مرحبا بكم إلى درس جديد ودرس اليوم سنحاول أن ندخل إلى أعماق عقولكم حتى نحاول أن نعرف ما هي المشاكل التي تواجهكم عندما تريدون أن تتحدثوا اللغة الإنجليزية الكثير من الناس يقول أحتاج إلى شخص ما حتى يساعدني ويصحح أحطائي لأنني عندما أتحدث اللغة الإنجليزية سواء في الكتابة أو في التحدث أنا لست متأكدا إن كانت هناك أخطاء فكيف نكتشف هذه الأخطاء إلا من نحاول أن نضع بعض الأفكار العربية كما تلاحظون ولنتوقع أو نتخيل أنك تريد أن تقول هذا الكلام ثم نحاول أن نكتشف الأخطاء التي عندما تحاول أن تحول كلامك العربي إلى اللغة الإنجليزية ستظهر لك كل مشاكلك في القواعد في المفردات أو الكلمات في التركيب اللغوي في حروف الجر في ربط الجمل كل شيء سيظهر هنا إذن سأعطيك سأعطيك فرصة الآن ممكن تأخذ نظرة أنا أنصحك أن توقف الفيديو ثم تحاول أن تترجمها بنفسك طبعا سأبتعد عن الصبورة حتى تشاهدها ثم سأقرأ الكلام وأنت اسمع كلامي حتى لو كان مثلا بعض الكلمات خطي مش واضح تعرف كيف نطقت فتعرف معناها هذا اللغت انظر إلى الصبورة مكتوب هناك الكثير من الناس الذين يحلمون بالسفر إلى كندا للعيش فيها لأنهم يعتقدون أن الحياة أفضل من بلدانهم بكثير لكن هناك أيضا بعض الناس الذين سافروا إلى كندا ولم تعجبهم الحياة هناك نهائيا لعدة أسباب بعضهم قال أنهم لا يستطيعون تحمل الطقس البارد والبعض الآخر قال أنهم لم يجدوا الوظائف التي كانوا يتوقعونها أنا شخصيا أفكر بالسفر إلى كندا لكنني أخاف أني قد أندم لذلك أنا لم أقرر بعد لا أحد يعرف الحقيقة المفروض أنك أوقفت الفيديو ثم تحاول أن تكتب هذا الكلام أو على الأقل إن كنت لا تستخدم الكتابة على الأقل حاول أن تتخيل هذا الكلام وحاول أن تفكر كيف تقول هذا الكلام من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية يعني خذ هذه النصيحة مني هذا الكلام عندما نترجمه من اللغة العربية الإنجليزية ليس فقط ترجمة واحد البعض قد يقول لي مستر مراد هذا الكلام نموذج واحد لكن أنا عندي نمادش كثيرة مواضيع كثيرة هذا لن يحل لي كل مشكلتي بالعكس استمع إليه عندما تقول هناك الكثير من الناس قد تغير كلمة الناس إلى الكثير من الكتب الكثير من الدكاترة من المدرسين من المهندسين الذين يحلمون الذين يريدون الذين يعيشون الذين يدرسون بالسفر بالزواج بالهجرة تستطيع أن تغير أنت الآن لا تعرف أهمية مثل هذا الدرس صدقني أنا من خبرتي وطلابي الذين دائما يطلبون مني في التعليقات أحضر لهم دروس ترجمة هم الذين اكتشفوا هذا السر وعرفوا أن هذه الدروس سترفع من مستواتك بشكل ملحوظ لأنها هي التي ستلامس أخطاءك مباشرة لنبدأ لا نريد أن نضيع الوقت نبدأ مباشرة هناك الكثير من الناس الذين يحلمون بالسفر إلى كندا للعيش فيها نحاول أن نترجم السطر الأول وهو إن شاء الله المسافة هذه تكمل إن شاء الله يعني تكون كافية هناك الكثير هناك الكثير من الناس الذين يحلمون الجميع يعرف بالسفر إلى كندا الحرف يكون بالنسبة لكندا طبعا البعض يقول أنت كيف ترجمت يعني ما عليش ساعدني يا أستاذ مراد there is there are معروف أن معناتها يوجد هناك أو هنالك أو هناك الكثير من الناس a lot of people البعض يقول أنا كتبت many people correct صحيحة لا غبارة علي it's correct there are many people a lot of people ما فيش مشكلة who الذي قال أنا كتبت which خطأ الذي قال أنا كتبتها ذات الذين أيضا correct صحيحة لأنه who والذات تربط الجمل فله للعاقل والذات للعاقل أو لغير العاقل فno problem مش مشكلة dream يحلم dream هي اسم وهي فعل يعني dream حلم فتقول my dream وهي نفسها فعل فتقول I dream to travel أنا أحلم أن أسافر dream to travel ليه يحلمون بالسفر to كندا ركز بها يعني خد بالك أننا وصلنا إلى هنا للعيش فيها ما معنى لل البعض أنا عارف أنه عنده مشكلة في كلمة لل للعيش للسفر خد بالك هنا to live to live فيها ممكن تقول there هناك يعني لا تحاول أن ترجم ترجمة حرفية فتقول in it in it يعني الآن ما أفضلها هنا الفروق ما بين التعابير العربية والإنجليزية وهنا كل من تتعوت على طريقة اللغة الإنجليزية ستشعر أنك تحتاج أن تمشي على نفس أسلوب اللغة الإنجليزية وهنا الأسلوب هنا أفضل تقول to live there يعيشون هناك أي كندا يعني لأنهم يعتقدون أن الحياة هناك أفضل من بلدانهم بكثير ركزوا على ترجمة هذه الجملة الكثير من الناس اللي يحلمون أن يسافروا إلى كندا because they think يعتقدون يعتقدون أن الحياة that life هناك there أفضل من بلدانهم بكثير ركزوا على ترجمة هذه الجملة أفضل من بلدانهم بكثير أنت إذا تعرف المقارنة درس المقارنة عندنا أفضل وهي good جيد bitter أفضل best الأفضل good تصف شخص واحد أو شيء واحد he is good canada is good bitter تقارم بين شيئين canada is better than مثلا America مثلا the best هي أفضل الجميع هنا لن ندخل في the best ولكن أنت تريد أن تستخدم bitter البعض أنا عارف أنه قد يكون نستخدم كلمة bitter لكن هناك ملاحظة وهي كلمة بكثير هي أفضل من بلدانهم بكثير أفضل بكثير لن تستخدم فقط bitter ولكن ستقول much better أفضل بكثير إذن هم يعتقدون that life there is أنا عارف أنه أيضا البعض قد ينسى is is much bitter نحتاج كلمة than وأنا أؤكد لكم من خبرتي أن الكثير ينسى كلمة than والتي تعني من أفضل بكثير من إذن much better نحتاج كلمة than ضروري أفضل بكثير من بلدانهم كلمة بلدانهم than their countries country دولة ونجمعها فنحول ال-y إلى i ثم نضيف es فتصبح their countries أفضل من بلدانهم بكثير طبعا much لكن سنحول هذه النقطة إلى coma حتى حتى هنا قبل because يكون يأتي هنا كoma لكن هناك أيضا بعض الناس نحن وصلنا إلى هنا نعيد من جديد حتى نرتب الأفكار there are a lot of people هناك الكثير من الناس who dream الذين يحلمون to travel to Canada أن يسافروا إلى كندا to live there للعيش هناك because they think لأنهم يعتقدون أن that هنا ترجمتها أن I think that أنا أعتقد أن that بمعنى أن نعم that صح معناتها ذلك و this هذا لكن هذا موضوع مختلف في وسط الكلام بمعناتها أن يعتقدون أن life الحياة there هناك is much better أفضل بكثير than نحتاج كلمة than أفضل بكثير من their countries من بلدانهم أو دولهم لكن هناك أيضا بعض الناس الذين سافروا إلى كندا سنترجم إلى هنا but there are نفس الطريقة بس أنا أغير بدل كلمة a lot of سنغيرها إلى many there are many people نفس الطريقة الذين سافروا إلى كندا who ما زلت تحتاج كلمة who ولكن هنا سترجع على الفعل في الماضي who traveled الذين سافروا بال-ED who traveled to canada إلى canada ولم تعجبهم الحياة هناك and they did not تصبح didn't like life there ولم تعجبهم الحياة هناك نهائيا at all هذه هذه الترجمة ركزوا عليها وحاولوا أن تبحثوا مرة أخرى نحن وصلنا إلى but there are many people أستطيع أن أغيرها a lot of people who traveled الذين سافروا to canada إلى canada and they didn't like لم تعجبهم لك يستطيع أن like معنا أنت يحب like يحب ويعجب I like you أنا معجب بك أو أنا أحب بك they didn't like they didn't like life لم تعجبهم الحياة there هناك at all at all يعني نهائيا لعدة أسباب هنا معنا لعدة أسباب for many reasons for many reasons لعدة أسباب تستطيع أن تضع فاصلة لعدة أسباب بعضهم قال أنهم لا يستطيعون تحمل الطقس البارد some people تستطيع أن تقول some البعض وتستطيع أن تقول some people قال said that بعضهم تستطيع أن تقول some people وتقول some of them أيضا الذي كتب some of them بعضهم لا يوجد إشكاليات كلاهما صحيح some of them قال بعضهم قال أنهم لا يستطيعون some of them said that they أنهم هنا that they أنهم that أو نقول أيضا couldn't couldn't لا يستطيعون والذي قال لم يستطيعوا أن يتحملوا ما فيش مشكلة stand cold weather لم يستطيعوا أن يتحملوا الطقس البارد والبعض الآخر قال أنهم لم يجدوا الوظائف التي كانوا يتوقعوا هنا ستضع فاصلة تقول others وهنا تعني الآخرون others sit الآخرون قالوا تستطيع أن تقول other people الناس آخرون قالوا ما فيش مشكلة قالوا أنهم لم يجدوا الوظائف التي كانوا يتوقعونها others said that they didn't find they didn't find the jobs they expected التي توقعوها تمنى أن تكون الصورة أو الصبورة جابت الكتابة they expected أنا شخصيا أفكر بالسفر إلى كندا تستطيع أن تكون هنا I personally I personally أو I am thinking personally ما فيش مشكلة I personally think ممكن تكون I am personally thinking I am personally أنا شخصيا أنا شخصيا أفكر to travel للسفر to كندا إلى كندا هنا ستقول ولكنني لكنني أخاف لكنني أخاف أتوقع أنه الكتابة مش جاية لكن أنت ممكن تسمع كلامي وتحاول أن تكتب يعني أعتقد الوضع إن شاء الله يكون أسهل I personally or I am personally thinking to travel to كندا لكن ني أخاف 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 سأمسح هذا الجزء العلوي سنحاول أن نكتب هذه الجملة they حتى اللي مش واضح كان they didn't they didn't find the jobs find the jobs they expected التي توقعوها they expected I am personally أنا شخصيا I am person شخص personally شخصيا I am personally thinking أنا شخصيا أفكر to travel and أسافر to كندا إلى كندا طبعا لا تنسى أن تضع هذا سي كندا لكنني أخاف but but I am afraid أنا خائف لماذا أنت خائف أني قد أندم I am afraid I might I might might بمعنى من المحتمل بمعنى قد هذه قد I might regret قد أندم so ركزوا على الفاصلات كوما so أنا لم أقرر بعد so I haven't decided yet so I haven't decided decided yet أنا لم أقرر بعد لا أحد يعرف الحقيقة هذه ترجمتها no one knows the truth no one knows the truth أكتبها أكتبها هنا أنا قد مسحت أعتقد تستطيع أنت تعيدوا الفيديو فتظهر لكم الكتابة السابقة لكن أنا بالنسبة لي لا يوجد عندي مجال آخر no one or nobody nobody knows يعرف the truth truth الحقيقة no one no one nobody knows the truth لا أحد يعرف الحقيقة ركز معي this is not قرآن هذا مش قرآن ولا كلام مقدس you can change it هناك طرق كثيرة مثل nobody no one تستطيع أن تغير الكلام ولكن ما يهمني هو كيف أنك ركبت الجملة كيف يعني ترجمت أفكارك غدا ستحتاج نفس الطريقة ونفس الكلام اللهم مع تغيير بعض الكلمات أعتذر على أي خربطة أعتذر على أي شيء ولكن أتمنى أنت استفدت كثيرا من درس اليوم وحاول أنك أنت تتدرب على مثل هذا الموضوع وغير وكتب كلام عربي وحاول تترجمه أعرف أنه لا يوجد أي شخص يساعدك لكن أنا هنا أنا هنا إن شاء الله إذا أعرضت أن أكرر من هذه الدروس اكتب في التعليقات أنا في خدمتكم جميع شكرا جزيلا لإستماعكم أترك لكم الصبورة أنا أعرف أن البعض يقول اترك لي الصبورة أوقف الصبورة لأنني مضطر أوقف الفيديو حتى لا يكون مدة الفيديو أطول شكرا